السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لم يكن لبني إسرائيل في مصر من حاج ولا شريعة رحمة بهم ولما خرجوا من مصر مع سيدنا موسى عليه السلام ذهب موسى عليه السلام لميقات ربه أربعين ليلة وأتى بالطورة نورا وهدايا لبني إسرائيل ولكن بني إسرائيل المتذمرين دائما وجدوا أن هناك تكاليف كبرت عليهم وشريعة فقلت عليهم فأبوا أن يأخذوا الطورة من موسى عليه السلام ورفضوا الكبول بها فكان لابد من أمر جلل وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون قال الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه أن التكليف من الله يكون في قدرة المكلف قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وزي ما هتلاقي فيه المقصر في التكليف وفيه المؤدي للتكليف هناك أيضا المحسن الذي يزيد عن المطلوب منه هتلاقي مثلا أن المحسن في الصلاة بيصلي الفروض ومعها النوافل وحتلاقي بيصوم رمضان ومعها سيوم الاثنين والخميس فالحق سبحانه وتعالى أراد أن يصيب بني إسرائيل برحمته وفضله رغم أنوفهم فالبعض قد يظن أن هذا إجبار على الإيمان وهذا خطأ لكنه تخير بين أمرين فلن يقبل بني إسرائيل بسهولة الأخذ بالطورة فلابد من أمر جلل أمر عظيم أمر يشعرهم بقدرة وقوة الله عز وجل فلما رأوا الجبل فوق رؤوسهم خروا ساجدين خضوعا لله عز وجل وإذ أخذنا ميثاقكم ما هو الميثاق؟ هو عهد مؤكد وموثق من بني إسرائيل لله عز وجل فقد أخذ الله عز وجل ميثاقا مغلظا على بني إسرائيل بأن يبينوا للناس التوراة وأن لا يكتمونها قال تعالى الملائكة بأن يرفعوا جبل الطور فوق رؤوس بني إسرائيل تخويفا لهم أصابت الصدمة والذهول الخشوع على بني إسرائيل وسجدوا لله خاشعين ذليلين وكان سجدهم بشكل جديد سجدوا على جهة واحدة من الوجه اللي هي الجهة اليسرة أما الجهة اليمنى فكانت تنظر إلى الجبل تخشى أن يسقط عليهم قال ابن عباس رضي الله عنه أرضاه الطور هو الجبل الذي أنزلت عليه التوراة خذوا ما آتيناكم من التوراة بقوة وجد واجتهاد وعزم واذكروا واتلوا وتعلموا التوراة حتى تستطيعوا أن تنقلوها لكل بني إسرائيل ولا يكفي القولة باللسان ولكن يجب الإيمان بالقلب والعمل بالجوارح لعلكم تتقون عذاب الله عز وجل ولعلكم تكونوا من المتقين وجود المنهج والشريعة في الحياة أمر ضروري لكن حضرتك عليك الاختيار حطيع المنهج ولا هتعصي ينبغي لنا جميعا أن نبادر للإيمان ولا نلجأ له اضطرارا وقوة العزيمة تزكي النفوس وتهون الصعاب اللهم ارزقنا تلاوة الكرآن وتدبر الكرآن والعمل بالكرآن جزاكم الله خيرا اشتركوا في القناة